دفعت الحرب في أوكرانيا ألمانيا أكبر قوة اقتصادية في أوروبا إلى تحول كبير في سياسيتها الدفاعية من بين سلسلة من التحولات الأمنية في أوروبا للعودة كقوة عسكرية كبيرة خلافا للسياسة التي ظلت برلين تتبعها منذ نهاية الحرب الباردة بتقليص قدرات الجيش من نصف مليون جندي عام 2011 إلى نحو 180 ألفا في الوقت الحالي وستنفق برلين 100 مليار يورو تمثل أكبر زيادة في الانفاق العسكري الألماني منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى جانب تخصيص أكثر من 50 مليار يورو سنويا وستستثمر هذه الأموال في إتمام مشاريع كبيرة تم تحديدها منذ سنوات مثل تمويل تجديد أسطول مقاتلاتها بمقاتلات أمريكية من طراز F-35 ومقاتلة يورو فايتر لتحل محل أسطولها المتقادم من مقاتلات التورنيدو لكن في سعيها لتحقيق هذا المشروع الكبير تصدم الحكومة الألمانية بتشكيك المعارضين في قدرتها على إحياء قواتها المسلحة فيما تلقي ضغوط الطبقة السياسية للمطالبة بزخم جديد في وزارة الدفاع بمزيد من التعقيد على خطة الحكومة في ضغوط دفعت وزيرة الدفاع كاستيل لامبرغت لإعلان الاستقالة بالتزامن مع تراجع شعبيتها إذ كشفت استطلاعات أن نحو 80% من الألمان يؤيدون رحيلها فضلا عن ذلك تتعرض لامبرغت لانتقادات شديدة بسبب تعاملها مع الأزمة الأوكرانية ومشكلات في التواصل ومراكمتها سلسلة من الأخطاء الفادحة وعجزها عن فرض سلطتها استقالة تأتي في وقت حرج تجري فيه المانيا مشاورات مع حلفائها الغربيين لاتخاذ قرار بشأن إمكان تسليم دبابات قتالية إلى الجيش الأوكراني اشتركوا في القناة